بحسب معرفنا من النادي الاهلي وانا هجيب لك الخلاصة في القصة في كلام كتير ان وسامة أبو علي غالبا هيجيله عروض كتير في يناير طبيعي ومنطقي بالتقلق ده كله هيجيله عروض في يناير فروحنا سألنا الاهلي والله لو جالكم عرض كبير لوسامة أبو علي في شهر يناير هتوافقوا على رحيله كان الرد قاطع وصريح وواضح لا طب اتنين مليون دولار لا ثلاث لا اربعة لا عشرة لا مش هنسيبه وسامة أبو علي من الاخر يعني احنا لما صدقنا بقى عندنا مهاجم مميز في الفريقة فالاهلي قافل تماما من حيث المبدأ أصلا انه حتى يستمع لفكرة عروض لوسامة أبو علي في شهر يناير اللي جاي والمؤكد انه وسامة أبو علي مستمر مع النادي الاهلي على الاقل لنهاية الموسم الحالي على الاقل لنهاية الموسم الحالي فدي حكاية وسامة أبو علي كلها طيب يوسف آيمن كان خرج بعد الشوت الأول في مباراة سيرامية كليوباترة وتعرض لانتقادات كثيرة جدا مارسل كولر بعد المباراة وضح له انه شاف انه لسه مش جاهز زهنيا وفنيا وبدنيا فخرجوا عشان الأمور ما تسوقش أكتر معاه فيتحط في موقف صعب وقال له مارسل كولر انه مقتنع به وانه هيدي له كتير الفترة اللي جاية بس حاب يشيل من عليه الضغوط خاصة انه في الشوت الأول اللاعب ما كانش موفق وده تعامل زكي كان من المدرب كان ممكن يسيبه لنهاية المباراة بس كان ممكن الأمور تسوق أكثر وبعد كده الجمهور يهاجم اللاعب أكثر موسيقى